أكدت هذه المجالس أنها ستقاطع الانتخابات البلدية والمؤتمر الوطني عما يصدر عنه من قرارات إضافة إلى تنظيم تظاهرات بكافة المناطق المجلس الأعلى لأمازيق ليبيا قرر مقاطعة انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور ترشحا وانتخابا بل أكثر من ذلك سحب أعضاءه من البرلمان المجلس أرجع القرار إلى كون البرلمان صرح في وقت سابق أنه مصر على أن يكون تمثيل مكونات المجتمع تمثيلا شكليا يشار إلى أن الأمازيج الذين يشكلون قرابة خمس سكان ليبيا يطالبون بضرورة دسترة لغتهم في الدستور الجديد لليبيا ومنحهم حرية استعمال لغتهم في المؤسسات التعليمية وللمرة الأولى في تاريخ البلاد رشح البرلمان الليبي الأمازيجي نوري أبو سمهين ليكون رئيسه يرجع الوجود الأمازيجي في ليبيا إلى الألف الرابع قبل الميلاد وكانت أول إشارة للوجود الأمازيجي في ليبيا إبان العهد الفرعوني حاليا يقتن الأمازيج في جبل نفوسة زوارة واجدامس إضافة إلى الطوارق والأواجلة ويتكلمون العربية إضافة إلى الأمازيجية التي تختلف لهجاتها من مكان إلى آخر أما قبائل التابو فيقتنون في الجنوب الليبي وخصوصا واحات الكفرة التي تعتبر عاصمة لهم وتقدر إحصائيات عدد التابو في ليبيا بنحو مليونين سما تقريبا تتمثل مشكلة قبائل التابو في ليبيا في أن معظمهم لا يملكون أوراق ثبوتية وأن معظم أبنائهم لا يتم قبولهم في المدارس معظم مطالبهم تتلخص الآن بتسوية أوضاعهم ومعالجتها جذريا من خلال إعطائهم الحق في استخراج أوراق ثبوتية وأوراق رسمية تثبت حقهم في المواطنة وتمنحهم الجنسية الليبية التي فقدوها إثر تنازل القذافي عن إقليم أوزو في الجنوب الذي يقتن فيه التابو في تونس قال رئيس تحرير صحيفة الفجر تونسية محمد